تهديد ووعيد لكنه مشروط إن هجمتنا إسرائيل فإننا سنرد وبما أن تل أبيب لا تهاجم الميليشيات في العراق فإن الأخيرة ما زالت تكتفي بالهدافات نصرة لفلسطين خاصة وأنها استلمت تعهدا أمريكيا بحمايتها من أي قصف إسرائيلي مقابل تمديد هدنة الوفاق بينهما هكذا اتفق الجميع ضمن ما يطلق عليه بحكومة المقاومة التي يقودها الإطار التنسيقية ومن يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة وفق ما أكده رئيس الحكومة محمد السوداني خلال لقائه مع شيوخ عشائر محافظة وسط حيث قال إن قرار الحرب والسلم تقرره الدولة فقط تصريحات أثرت ارتياح زعماء الميليشيات أو ما يطلق عليه بقادة المحور الذين أشهدوا بموقف السوداني ردا على ميليشيا النجباء التي أعلن رئيس مجلسها علي الأسد بأن قرار الحرب تحدده ما وصفها بمعادلة النصر كالعراق ولبنان وباقي الدول لا هذا وفق معادلة النصر مئة ألاف المقاتلين عناصر بات زعماء الميليشيات يستعرضون بهم كقوة ضاربة قادرة على تحرير فلسطين ولكن إن جاء الإعاز بذلك فقد أعلن زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي امتلاكه مليون مقاتل فيما قال زعيم ميليشيا جيش المختار واثق البطاط إن بإمرته 280 ألف مقاتل مؤهلين لتحرير الجولان أما ميليشيا سيد الشهداء فقد حشدت 100 ألف عنصر هم على أهبة الاستعداد للذهاب إلى فلسطين ولبنان أرقام وصفت بالفلكية تستلم رواتبها من خزينة الدولة العراقية مقابل حمل السلاح وترديد شعارات الممانعة على وسائل التواصل الاجتماعية رغم طريقها السالك وصولا لفلسطين عبر سوريا مواقف هزيلة سبق وفضحها موقع ميليست آي البريطاني والذي تسابق زعماء الميليشيات للإفساح له عن براءتهم من الهجوم على الجولان المحتلة والذي أدى لجرح عدد من الجنود الصهينة حيث أكدوا أن الحادث مفبرك لتجد تل أبيب ما يبرر لها قصف الحشد ومعسكراته في العراق والنتيجة مفادها أن المقاومة في العراق ليست سوى مشروع وهمي آخر كآلاف غيره أدخمت بها البلاد منذ عقدين ترجمة نانسي قنقر